موسيقى حتى أمريكي واحد في العراق هو كثير جدا الرئيس الإيراني يعلن الانتصار على الإرهاب في سوريا هل مات الاتفاق النووي وما هي تداعيات ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام السيد علي خامنئي خلال لقائه بالرئيس العراقي السيد عبداللطيف رشيد الذي زار طهران مؤخرا حتى أمريكي واحد في العراق هو كثير جدا هذا الحديث جاء في معرض تحذير السيد الإمام علي خامنئي من خيانة وغدر الأمريكيين وهذا أمر يعرفه الجميع لكن إن الذكرى تنفع المؤمنين قال السيد الخامنئي إن الأمريكيين ليسوا أصدقاء للعراق الأمريكيون ليست لديهم صداقة مع أحد ولا وفاء لديهم تجاه أصدقائهم الأوروبيين السيدون الأوروبيين إذن أمريكا موفي عليهم حتى وجود أمريكي واحد في العراق هو كثير جدا طيب كيف تعطت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني مع زيارة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد إلى طهران ولماذا هذا الخوف من التقارب العراقي الإيراني الذي يأتي بالضرورة بسبب وجود قوات أمريكية في المنطقة والإيرانيون على مر التاريخ لديهم موقف من التواجد العسكري الأمريكي الأجنبي بشكل عام في المنطقة هم يعرفون جيدا والمنطقة جربت أن الوجود العسكري الأمريكي وعموما الوجود العسكري الغربي في المنطقة لا يأتي بالأمن على الإطلاق للمنطقة وشفنا خلال الفترة الماضية الحروب معظم الحروب الرئيسية التي شهدتها المنطقة هي بسبب وجود القوات الأجنبية والقوات الأمريكية الأمن لا يأتي أبداً عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية لهذا من واجب من يحب العراق ويريد أن يقدم النصحة للعراق أن يحذر من أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق هو دائماً أو في المنطقة عموماً هو دائماً يأتي بالمصائب وبالويل والثبور وعظائم الأمور لاحظنا خلال الفترة الماضية كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية واجهت موقفاً سلبياً من الدول التي تريد وهي الولايات المتحدة الأمريكية إشعارها بأنها تحميها مما يسمى بالخطر الإيراني وتعرفون جيداً خلال الفترة الماضية يعني قبل الثورة الإسلامية في إيران التي انتصرت في فبراير شباط 1979 كان هناك تهويل بالخطر السوفيتي أو الخطر الشيوعي بعد الثورة بدأوا يتحركون على التهويل بخطر مزعوم من إيران وشنوا الحرب على إيران وحصل ما حصل وهذا الأمر كلكم تعرفونه من الذي تضرر في كل تلك الحروب التي افتعلتها الولايات المتحدة والقوات الأمريكية التي لم تأتي بالسلام بل زادت الطيم بل جاءت بالحروب وجاءت بعدم الاستقرار للمنطقة وظلت دائماً هي الأفخاخ القوات الأمريكية القوات الأجنبي هي فخ مستمر وقنابل موقوطة يمكن أن تنفجر في أي لحظة مقولة أن الأمن يأتي به الأمريكان تكشفت لدى الأخوة في المملكة العربية السعودية وكانوا يبتزون من قبل ترام وغير ترام والله الأمن مقابل المال ومقابل النفوط وشافوا لا لم تستطع الصواريخ الباتريوت وأنظمة الدفاع الأمريكي من أن تحمي أرامكو من صواريخ ومسيرات أنصار الله وحلفائهم في اليمن حصل هذا التقارب الإيراني السعودي وكانت له الآثار الإيجابية التي لاحظتموها الآن المملكة العربية السعودية التي كانت تتحفظ على عودة سوريا إلى الجامعة العربية هي التي تقود عملية التطبيع العربي مع سوريا ذهبوا في الأردن وعقدوا اجتماعا في الأردن قبل أيام وزراء خارجية العراق طبعا حضر ولأول مرة يحضر وزير خارجية سوريا ووزير خارجية السعودية وطبعا الأردن وحصل هناك حديث عن وضع جدول زمني لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية بالرغم من أن سوريا ما محتاجة الجامعة العربية ماذا حصل؟ أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية دبلوماسية أمريكية كبيرة هي السيدة بربارا ليف نائبة أو مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ذهبت إلى الأردن وبعد ذلك ذهبت إلى العراق حتى تحاول أن تؤثر أن تضغط أن تمارس ما تستطيع أن تمارسه من ضغوط لملمت على الأقل إيجاد سيناريو أو إيجاد تخريجة لكيفية عودة سوريا إلى الجامعة العربية برئاسة الرئيس بشار الأسد يعني سوريا ورئيسها بشار لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد إسقاط الرئيس بشار وهذه الدول العربية التي دعمت ما يسمى بثورة الثورة السورية أيضا كانت تعمل على هذا المنوان هذه كلها أجهبت هذه كلها أجهبت ولو تعرفون شنو مني يا بربارا ليف بربارا ليف أحبائي كانت في عهد الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما في العام 2014 بيدها ملف ما كان يعرف بالثورة الملونة في أوكرانيا وأسقطوا نظام ديمقراطي منتخب في أوكرانيا بربارا ليف قادت مع الناتو هي عملية إسقاط النظام الديمقراطي في أوكرانيا وأوجدوا أوكرانيا هذه الحالية التي أصبحت مخلب قط في خاصرة روسيا نفس الشيء تريد تشتغل في العراق هذا واحد من أهدافه وعموما أهداف الإدارة الأمريكية ليست فقط بربارا ليف كل عموما كل الإدارات الأمريكية السابقة حتى في عهد إترامب عندما شاهدنا الأمر فيما سمي بثورة تشرين لإيجاد أوكرانيا في العراق أو النبوذج الأوكراني في العراق لإيذاء إيران وهي نفسها بربارا ليف التي اعترفت يوم التاسع من آذار الماضي قبل يوم واحد فقط من إعلان اتفاق بكين بين السعودية والإيران وإيران قالت شجعنا يعني الصاغرين يعني الأمريكان مهزومين وهي زيارتها للعراق وزيارتها للأردن محاولة لللملمة محاولة للخروج بوجه شويها يعني هزيمة شوي يزوقوها فزويق تقول شجعنا هذا قبل يوم من إعلان اتفاق بكين شجعنا الحلفاء في الخليج على التحدث مع إيران ليه إيش مو أنتو تريدون إسقاط النظام الإيراني مو أنتو سويتها بنفسها هي بربارة وغير بربارة ما يسمى بثورة الحجاب في إيران ومظاهرات واضطرابات وأسلحة روح وأسلحة جي وسيناريو القتل وزعزعة الأمن شون اللي صار صار هو أنه يعترفون بالهزيمة هذا عصر الهزائم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لكن مع كل ذلك فإن آية الله العظمى السيدة الإمام علي خامن مع كل ذلك وهو يعرف جيدا أن هذا هو عصر الانتصار والعراق يدرك ذلك جيدا أن هذا هو عصر الانتصارات جندي واحد جندي واحد مقاتل طبعا أمريكي في العراق هو كثير هذا الأمر أثار رعبا مجرد هذا التصريح أثار رعبا حتى في الكيان الصهيوني تيجي صحيفة جيرالوزنبوس على سبيل المثال تكتب تعليقا على ما قاله القائد السيد علي خامنئي مع الرئيس العراقي إيران تصعد خطابها المعادي للولايات المتحدة في العراق ويارداز عادي أكوب ستة ألاف ميل التجاهل هناك من هناك إلى العراق وبعد ينفل العراق هذه قواتك تقتل قائد إيراني وقائد عراقي وتشكل خطر وعبئ على أمن المواطنين وتجد بللي إيران تصعد خطابها المعادي لا إيران تتحدث بهذا الواقع تقول هذا الوجود العسكري الأمريكي في العراق يؤذي العراقيين وفعلا شفنا احنا قائدنا أبو مهدي المهندس عراقي فقدنا قائد بمستوى أبو مهدي المهندس وغيره وغيره من هذه القوات فإذن وجود هؤلاء ولو جند واحد يشكل خطرا على أمن العراقي قبل أن يشكل خطرا على أمن إيران والمنطقة عموما هو هذا اللي دفع بالمملكة العربية السعودية إلى التقارب مع إيران وهذا هو الذي دفع المملكة العربية السعودية إلى أن تتنازل من كونها هي العنصر الفاعل في الحرب العبثية في اليمن هذا العدوان اللي استمر أكثر من 8 سنوات لكي تقول أنا الآن أقوم بدور الوسيط بين اليمنيين ما يخالف هذه مرحلة جيدة بغض النظر عن تداعياتها بالفعل على أرض الواقع لكن هذا يكشف لك أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحمي خلفائها الأوروبيين تخذلهم كما قال السيد الإمام علي خامنة وخذلتهم وخذلتهم هل ستشوف هذه مسألة أوكرانيا يشكون الأوروبيين يشكون الألمان البولندين الفرنسيين قالوا بس بعد تعبنا من هذه الهيمنة الأمريكية تورطنا وتقاتل أمريكا بآخر جندي أوروبي بآخر جندي أوكرانيا الآن يلا إذا لدون يسندون أوكرانيا أخونا 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 يبعثون قوات كما فعلوا وأرسلوا قوات إلى العراق وكما فعلوا وأرسلوا قوات إلى أفغانستان كلام المرشد القائد السيد علي خامنعي هو مشارة خير لكم أيها العراقيون ابقوا معنا الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي زارة سوريا مجرد هذه الزيارة بعد 12 عام لزيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى سوريا بهذا المستوى وفي هذا الضرب بالذات يعني هو إعلان رسمي للانتصار انتصار المقاومة على الإرهاب ومن سوريا طبعا قبل ذلك تعرفون جيد ونحن ناقشنا هذا الأمر أن ينعام الجامعة العربية اعترفه على نمي على الهواء على خمس ست سنوات قبل الحرب عسكريا حسمت لصالح سوريا وعندما يقول الحرب حسمت لصالح سوريا يعني أن إيران وطبعا خلفائها انتصروا في سوريا ويعني أيضا أن التحالف مع إيران مفيد بأي حال من الأحوال لكل دول المنطقة طبعا هذا فهمته دول المنطقة الآن فهموها بشكل جيدا هذه المعادلة المعادلة أن أمريكا لا تحميهم أمريكا تورطهم أمريكا تبتزهم وكما كان يقول الرئيس الأمريكي السابق طبعا هو الأساليب تختلف بس المفهوم واحد راب كان يقول نحن نحلب وبعدين نسلخ وناكل حتى اللحم مو بس نحلب دول المنطقة وكان يتحدث عن السعودية كما تعدمون الكل يعترف بأن الحرب عسكريا على الأقل انتصرت فيها سوريا وانتصرت فيها إيران وانتصرت فيها روسيا في سوريا طبعا وانتصرت فيها قوات حزب الله وانتصرت فيها قوات الفاطميون الأفغان وانتصرت فيها قوات العراقيين المتطوعون الذين ذهبوا إلى سوريا انتصر الحق انتصر السلام انتصر أولئك الذين راهنوا على أن ما يسمى بثورات الربيع العربي هي السيناريوات فاشلة يرادوا منها تهديم الدول تحقيم الدول وخصوصا الدول التي تعتبر في مواجهة أو في الخط الأمامي لمواجهة المخططات الصهيونية تحديدا أقول مع كل ذلك مع كل ذلك الكل يعترف بأن الحرب خلاص حسمت في سوريا يجي تقرير للبي بي سي انجليش بي بي سي باللغة الإنجليزية مع مع ملاحظة بي بي سي تعاني من أزمة تعرفون إخواني هذه المؤسسة維خمة مؤسسة ضخمة كبيرة حتى قبل أيام استقالة رئيس هذه المؤسسة المديرة التنفيذي لهذه المؤسسة عدوا مشاكل كثيرة وعدهم فساد وعدهم تخطي للقانون حدث ولا حرج مع كل ذلك بي بي سي خرجت حتى عن الحيادية المزعومة التي يغلفون بها سياساتهم معيهم هم وضعيها لأنفسهم بس هي كلها فضحتها وكشفتها التطورات التي شهدتها المنطقة خصوصا فيما يتعلق بسوريا وأيضا ما يتعلق بما يسمى بثورة الحجاب في إيران وشفناك شو انتحاطة الان بي سي خاصة باللغة الفارسية مع تلك الأحداث ولا تزال بعين سوداء وبكذب مفضوح تيجي الان بي بي سي باللغة الإنجليزية تكتب تقول هل ستنتهي الحرب لماذا استمرت الحرب السورية 12 عاما هذا العنوان بعدين تتحدث عن وجهة نظرها حول هذه الحرب وشون صارت الحرب الذاكلية فيها هم الآن بدوا يعتبروها حرب أهلية لأنه هو حرب الإرهاب ضد سوريا لماذا استمرت الحرب السورية 12 عاما وشوي تحاول يعني تزوق الأمور تقول حتى قبل بدء الصراع هذا مصر عليه مؤامرة وتم الكشف عن تفاصيلهم وحشوها حشوها القطريين حشوها وحشوها حتى السعوديين وبياناتهم من قالوا الفريسة وشافت شافوا الخلاف حول الفريسة والفريسة نفذت بالنتيجة اعترفوا بأنهم تدخلوا في سوريا لإسقاط دولة الرئيس بشار الأسد يعني إسقاط المحور الأساسي أو الخط الأمامي في مواجهة الكيان الصهيوني تدمير الجيوش تدمير الجيش العراقي كما حصل بالمناسبة في مثل هذا الشهر من العام 2003 أصدر بريمر قرار حل الجيش العراقي وقبلهم ضربوا الجيش العراقي وعندك الجيش المصري أرادوا تحييده بعد معاهدة كام ديفيد وهذا المشروع الصهيوني الكبير إيران لازم تشغلها بالداخل وتستهدف قواتها العسكرية والأمنية ودائما تلاحظون دائما الآن في الوسائل الإعلام في العقوبات الحجد الشعبي في وسائل الإعلام مستهدف الحرس الثوري مستهدف لأنهم يخشون من وجود قوات عقائدية بإمكانها أن تشكل خطرا على الكيان الصهيوني عفوا يقول حتى قبل بدء الصراع كان العديد من السوريين يشكون من ارتفاع معدلات البطالة والفساد والعدام الحرية السياسية في عهد الرئيس بشار الأسد الذي خلف والده حافظ بعد وفاته عام 2000 ما يريد قر البي بي سي الإنجليزي ما تريد تقر بالهزيمة وبالفشل يقول يا يعني هو كان أكو موجود فساد وهذا يبرر في مارس 2011 اندلعت مظاهرات بقوسيا مؤيدة للديمقراطية في مدينة ذرع الجنوبية مستوحات من الامتفاضات في البلدان المجاورة ضد الحكام القنعيين يعني اللي حصل في تونس واللي حصل في مصر واللي حصل طبعا في ليبيا يريدون يكررون نفس التجربة في سوريا فشلوا في سوريا بل حتى فشلوا في مصر بالمناسبة فهم فشلوا يعني هاي اللي سموه ثورات غريب العربية كلها فشلت حتى في السودان فشلت وجايت شوفون هذا الصراع الآن وماذا يكشف لك هذا الصراع الآن بين قوات التدخل السريع وبين الجيش النظامي حولونك المستشفيات إلى ثقنات عسكرية عالجنا جزء من هذا الموضوع في البرنامج السلام ما يقول شاء الله نحكي عنه لأن الجيوش العربية والجيوش الدول الإسلامية هي المستهدثة فيجي يتباكى على السوريين كم شخص مات ومن المتورط آخر ما أنا جاي نقوله كنت صار في سوريا زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي الإنعطافة التي نلاحظها في العلاقات العربية السورية الإنعطافة الكبيرة التي نلاحظها في العلاقات التركية السورية هذا أردوغان اللي يقول لن أتحدث مع بشار إلا يجب أن يسقط وراح ودخل قوات وإحتى الأراضي في سوريا الآن يتوسل اللقاءة والجلوس مع بشار الأسد يتوسل يتوسل يطلب من الرئيس الروسي أن يتدخل ويتوسط وطلب من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أيضا أن يتوسط ويقول لك أنا مستعد لأي شيء هذا طبعا هذا يدلل لك على شنو يدلل على أن سوريا انتصرت في نهاية هذا التقرير هل ستنتهي الحرب هنا المربط مربط الفرس هم العرب أهل القضية مو نقولون العرب أهل القضية يعني أهل مكة أدرى بشعابها مو هو أبو الغيط يقول انتصرت ومو ليوم سوريا انتصرت عسكريا قدر خمس ست سنوات يقول لا يبدو أنه سيحدث في أي وقت قريب شنو نهاية الحرب يعني يقول هاي باستمر طبعا هذا أيضا يشوف لك أنه لهم نوايا يريدون استمرار هذه الحرب لكن الجميع متفقون على أن الحل السياسي مطلوب فهي أنتوا يجب أن لا تدسوا ألوفكم في الأزمة السورية أنت إذا ما دسيت نفسك يا أبو ناجي في الأزمة السورية لا لا الأزمة السورية ستنتهي سياسيا ستنتهي سياسيا وهذا شأن سيادي سوري فشلت تسع جولات من محادثات السلام بوساطة الأمم المتحدة لأنه بدأت بالمناسبة يعني هاي بدأت المحادثات في جينيف منذ العام 2013 وبعدين صار مسار أستانا كما تعلمون اللي تشارك في إيران وتركيا وروسيا لحل الأزمة السياسية بس من اللي عرقين تعرفونه وكان يفترض أيضا أن ينتهي هذا الصراع السياسي في العام 2020 تدرون لو ما تدرون عندما كان القائد الشهيد قاسم سليماني موجودا في سوريا وكان قد اتفق مع الحلفاء على تحرير باقي الأراضي السورية وخصوصا في إدلب وينتقلوا إلى مرحلة التفاهمات ليس فقط في سوريا بل حتى على صعيد العلاقة الإيرانية السعودية وتعرفون جيدا أن ذاك كان السيد عادل عبد المهدي قام بدور وساطة وجاء القائد قاسم سليماني إلى العراق يحمل وجهة نظر الجمهورية الإسلامية نظام الجمهورية الإسلامية حول المقترحات التي نقلها السيد عادل عبد المهدي من السعودين وكان يفترض أن ينتهي الأمر وأيضا حتى طبعا انعكاسات هذا الأمر على اليمن كما تعلمون شنو اللي صار الأمريكان بدفع من الكيان الصهيوني قتلوا القائد الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وعرقلوا هذا المشروع مشروع الانتصار السياسي الذي هو تحقق بالفعل وإن شاء الله ستشهد الأيام القليلة القادمة المزيد من الانتصارات ليس فقط في الموضوع السوري بل في حتى إن شاء الله في موضوع الأزمة في اليمن طبعا والأزمة أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان ابقوا معنا المزيد من الانتصار السوري هل مات الاتفاق النووي الإيراني؟ وما هي تداعيات ذلك بشكل عام على المنطقة وعلى العراق طبعاً لأن العراق أيضاً يتأثر تأثراً كبيراً إذا مات الاتفاق النووي الإيراني؟ هو في الحقيقة هذا الاتفاق بحكم الميت سريرياً حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إن عاشه لكن هناك ضغوط من الكيان الصهيوني وهناك أيضاً صرع داخلي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ضعف الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في موضوع اتخاذ القرار المناسب بالرغم من أنه كان قد وعد بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي خرج منه الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو أيار في العام 2018 طبعاً عندما خرج أو انسحب الرئيس الأمريكي السابق من الاتفاق النووي هو الدولة العميقة التي تؤيده هناك في الولايات المتحدة الأمريكية مافيات عديدة لوبيات عديدة كلها تتحرك وفق سياقات محددة وفق المصالح التي ترعاها أحياناً يريدون الاتفاق أحياناً ما يريدون الاتفاق حسب الوضع اللي هم وهي ماكو مال الأمريكان يخططون مال 100 سنة ترى هذه أكذوبة نعم يخططون للسنوات قادمة لأنه يكون غرف تشتغل غرف التفكير ويفكرون ويكتبون ويحجون لكن مو دائماً حساباتهم تجي مضبوطة وفي الكثير من الأحيان خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية تأتي حساباتها غير متوافقة مع السياسات التي ترسم فمدى البداية لأنه اللوبي الصهيوني مؤثر جداً 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 في الولايات المتحدة الأمريكية أكو اللوبي السلاح أكو اللوبي المال بنوك الأموال بس هذا اللوبي الصهيوني متغلغ حتى وبالرغم من أن عدد اليهود الصهاينة طبعاً في الولايات المتحدة الأمريكية وليس ذلك العدد الكبير يعني لا يستطيعون أن يؤثروا في المعادلة الانتخابية على سبيل المثال عددياً لكنهم يؤثرون من حيث القوة التي يمتلكونها خصوصاً فيما يتعلق بالمال وهم لديهم نفوذ في بقية اللوبيات هؤلاء عندما انسحبت تراب من الاتفاق النووي نصحوه بأن يفرض المزيد من العقوبات على إيران واستخدم سياسة ما سماها بالضغط الأقصى فرض أكثر من 1500 من العقوبات ليش؟ هو يعرف جيداً وهم يعرفون جيداً خصوصاً الكثير من هذه العقوبات هي مكررة هذه لا تؤثر يعني العقوبات حتى حتى جربنا مع كوبا على سبيل المثال أكثر دولة يعني تعرضت للعقوبات قبل إيران كوبا وبعد ذلك العراق في زمن الرئيس رئيس النظام السابق الدكتاتور صدام حسين العقوبات لا تسقط الأنظمة أبداً الأنظمة تتكيف مع العقوبات بالعكس كوريا الجنوب الشمالية أصبحت دولة نووية صاروخية بالعقوبات فرضت العقوبات عليها سحبت من معاهدة الحد من الانتشار النووي عام 2003 فرضت عليها جمل حزن من العقوبات شنو النتيجة؟ السفنة واحد يتحارش بكوريا الشمالية إيران مو بس فرضت عليها عقوبات إيران فرضت عليها عقوبات وفرضت عليها حرب وحركوا جيوب وانفصالية تذكروها كالي لك شئ للأمور يعني بعيد الثورة قردستان وخوزستان وسيستان وبدوشستان هذه حتى هذه يعني مع إيران أنا أقول عقوبات بدون حروب لا تسقط الأنظمة العراق شفتوا لو لا التدخل العسكري المباشر ما سقط نظام صدام ليش؟ لأنه العقوبات ما تسقط الأنظمة إيران جربوا الحرب وخلوا صدامي شين حرب ووقفوا وراء الشرق والغرب ما سقط النظام بالعكس إيران أصبحت دولة صاروخية تمتلك قدرات عسكرية هائلة بسبب الحرب ومع العقوبات تتكيف تتكيف بشكل كبير وسوت اقتصاد مقاوم نعم هناك تأثيرات القدرة الشرائية قيل قيمة الدولار مقابل قيمة الريال الإيراني تصعى هذا أمر طبيعي بس في دولة مثل إيران وفيها شعب مثل هذا الشعب الإيراني العظيم الذي بشر به القرآن والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو من الممهدين لظهور الإمام الحجة ابن الحسن العسكري حتى جل الله تعالى فرجه الشريف فالعقوبات تصنع بالعكس إيران تحول التهديدات لفرص دائما وبالذات الإيرانيين أصبح هم يقولون يقولون نعم إذا نسترخي ما ننجاح بس مو يفرضون علينا عقوبات يفرضون علينا تحديات مثل التحديات التي شهدتها إيران في الفترة الماضية مظاهرات مو ظاهرات مهسى أميني وهو سيسقط ثورة إيران تحترق شنو اللي صار لو هشوفوا إيران لو هشوفوا فرنسا وألمان هذن الدول كين وهذا بريطانيا اللي أنا عايش فيها هذن الدول التي حرضت على مظاهرات إيران والجوع في إيران هنا مظاهرات الجوع هنا في بريطانيا وفي الغرب عموما خرجت مظاهرات اسمها مظاهرات الجوع تدرون لهم تدرون شنو النتيجة من الذي مارس القمع مع الشعبه إيران أم فرنسا إيران أم بريطانيا التي قال رئيس الوزراء يخاطب قادة الشرطة قوموا بكل ما تستطيعون لقمع استخدم كلمة قمع الاحتجاجات لأن الأمر يتعلق بالأمن القومي وأمن المواطنين والساكنين هكذا تفسيرهم طيب فسنا نحن نجي نقول نفترض هذا الاتفاق أنه لن يعود من دوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في ذينا السيد ميخايل أوليانو قال قبل أيام أصرحا لافتا ومهما قال يبدو أن الولايات وهو طبعا ينقل تحذيرا هنا يبدو أن الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث لترويتة بريطانيا فرنسا أرمانيا اللي متورطة متورطة في داخلها الزمات الداخلية خطيرة اختارت إفشال خطة العمل الشاملة المشتركة اللي هو الاسم الرسمي للاتفاق النووي وقال لهم بكل وضوع قال لهم إذا فشلت هذه الاتفاق إذا فشلت هذا الاتفاق ولم يعد إلى الوجود فأنتم من سيتحمل العواقب والعواقب كثيرة شوف قبل أيام يتحدثون عن أن إيران حصلت على بعض المعدات العسكرية من روسيا يقولون هكذا ولحظت في التقارير الغربية الخشية من شنو يقولون نخشة وهذه المعدات غربية يعني روسيا استولت استولت على معدات عسكرية غربية زودت بها أوكرانيا وعطتها للإيرانيين التقارير الغربية أقول يخشون من أن تقوم إيران بتفكيط هذه المعدات وعمل نسخة إيرانية كما فعلت مع صواريخ كثيرة والآن إيران مو بس تزود روسيا كما يقولون ها موانا ليتحدث بطائرات مسيرة لا حتى صواريخ لأنما هي تحتاج صواريخ أيضا وتحتاج أن تقوي قدراتها في مسألة الدفاع الجوي أموما هذا التحذير الذي أطلقه أوليانوف جاء لأن وردت معلومات للإيرانيين أن هذه الدول الثلاث طبعا بدفع من أمريكا ألمانيا فرنسا بريطانيا تريد بحجج واهية ليست موجودة على الأرض تثعيل أكو آلية بالاتفاق النووي اسم آلية سناب فاك يعني الأصبع على الزناد يعني العودة العودة أوتوباتيكية للعقوبات الدولية التي فرضت على إيران هي ست عقوبات دولية قبل العام 2015 وبعدين رفعت في 20 تموز بشك بقرار 21 بالإجماع حتى الولايات المتحدة صادقت عليه لرفع هذه العقوبات يقول لك نعيدها مرة أخرى على إيران من اللي انسحب من الاتفاق النووي الولايات المتحدة من اللي لم يعمل بالتزاماته كما يقول أولي أنوف ويقول الصينيون أيضا الأوروبيون إذن إذا تريدون أن تعيدوا العقوبات الأممية على إيران فتوقعوا متائج خطيرة وهذا الكلام أيضا كرره الأخ ناصر كمعاني المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية قال فلينتظروا متائج وخيمة والعاكل يفهم كرر لديها خيارات كثيرة وبالتأكيد أقول بالتأكيد سيترك ذلك آثارا سلبية على هذه الحالة من الانفراجة الجيدة التي تعيشها المنطقة في لبنان في سوريا في العراق في اليمن الكل سيتضرر يعني ليش الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الدول ما تفكر بمصالحها مهيعة أيضا المصالح في دول المنطقة والاتفاق النووي كما كان يعبر الرئيس الإيراني السابق آنذاك الشيخ حسن روحاني عندما أبرم أبرم على قاعدة كلنا رابحون ربح ربح إذا أكو خسارة لازم كلنا نخسر مبسحنا علي وعلى أعزائي شكرا